اشتركوا في القناة هل ده حلال ولا حرام؟ لأنني ما بغمد بركز أكتر لكن ما بفتح عيني وانا بصلي في حاجات حوالي بتشغلني حتى السجادة نفسها بتشغلني لكن ما بغمد عيني بركز جدا جدا في الصلاة وفي كل كلمة بقولها وببقى فعلا عايشة جدا جدا في الصلاة هل ده حرام؟ لو انا مثلا ما عرفش القبلة في حتة مثلا التعامل ازاي مثلا انو ما عرفتش مثلا ممكن اصلي كده عادي ولا ما تعرفش يعني ممكن الحكم دي فيها ايه انو مقبول على النية او لا ازا كان دلوقتي اللي عرفين احنا السهو في الصلاة يعني الواحد بيبني ويوكينه على الاقل وبيصلي سجدتين سهو طب الواحد لو صحيه في الكراءة نعمل ايه؟ يعني مثلا بدلا ما اقول الفاتحة قلت سبحانه ربي العظيم بدلا ما اقول سبحانه ربي العظيم في الركوع قلت سبحانه ربي الاعلى يعني السهو في الكراءة هل يستلزم برضو يستلزم السبود عادة ولا يعمل ايه؟ بتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هو يعني يفتي في حكاية عقوق الوالدين للشباب اللي طالع ويعرفهم قيمة الاب وقيمة الام وقيمة الاسرة ويعني يعين ربنا سبحانه وتعالى يعينهم على عدم الاستهتار واخد الحياة كده بلا مبالاة عايز اعرف ايه حكم الابن على الاب لما الاب يزعل منه والابن عايز صالحه ومش عارف فدي بالنسبة لنا يعني ربنا فوق الاب والام تحت فمحتاج اللي انا اعرف رد لها معنى كلمة ساهون في سورة المعون وعن معنى التراث وتأكلون التراثة اكل اللمة في سورة الفجر اهلا بحضراتكم معانا ولقاءنا المتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واسد الفقه المقارن بجامعة الازهر زكى مولانا مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير وحاولتك بألف صحة وسلامة قبل ما نتطرق للأسئلة انا ادي لي فرصة اترحم على وائل انا قلت لك ذلك بسم الله الرحمن الرحيم انا شرفته بالعمل معه في الانتاج الخاص قناة ديريم وطبعا في بدايات البرنامج هنا في تلفزيوننا المصري الحكومي عملت معي يعني في عدة حلقات كثيرة اشهد بالله انه رجل من الطراز المحترف المهني الوطني الشريف وقل ان يجود الزمان بمثله فرحمه الله لأستاذ وائل الإبراشي رحمة واسعة وكان يحب وطنه ومهنته إلى أقصى الحدود ده صحيح ده صحيح طيب هنتقل ليه الأسئلة بتاعت اخوانا المواطنين والمواطنات في التقرير اللي شفنا فيه شاب بيسأل بيقول كيف أستعد لشهر رمضان وانتظم في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أولا فعل القربات والالتزام والوفاء بالطاعات بيحتاج إلى مجاهدة من الإنسان قال الله تعالى في أواخر سورة العنكبوت أو حتى في ختامها والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين الطاعات مش هجله كده يعني بدون عزيمة ولذلك سيد النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل برئ ما نوى ينوي ويعزم ويجاهد ويستعد لكل المواسم والمناسبات بل إن المسلم له خصوصية إن ارتباطه بالله عز وجل دائم ومستمر لا يعرف حدود زمان ولا حدود مكان فعليه أن ينوي ويستعد ويتوب إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يعين وأن يعيننا جميعا على فعل الطاعات والقربات إن ربي على ما يشاءه خدير سيدة فاضلة بتقول أنا بصلي وأنا بغمض عيني في الصلاة ده بساعدني على التركيز أكتر لما بفتع عيني بيبقى في حاجات كتير حوالي ممكن تلهيني أصلي وأنا مغمضة ولا أعمل إيه أنا بخاف يبقى في حرمانية لو فتحت عيني وأخاف أنه يتقل أن أنا مغمضة يبقى كده صلاتي مش سليمة أولا بسم الله الرحمن الرحيم معلوم أن أول صفة من صفات المؤمنين الفالحين في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالذي يعنينا خشوع المؤمن في الصلاة سواء كان مفتح العينين أو مغمض العينين أما بس الفقهاء كارهوا طغميض العين أو العينين في الصلاة إن كان للهو وعبث أما كما تقول السائلة الكريمة استجلابا لمزيد من الخشوع فلا بأس طيب هنروح للفاصل يا مولانا وهرجع بعض الفاصل نستكمل مع بعض الأسئلة بتاعت المواطنين والمشاهدين خليكم عانا ولقاءنا المتجدد دائما مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بالجامعة الأزهر استنونا أهلا بحضراتكم معنا وكل الترحيب مرة تانية بضفنا لا صاحب البيت فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة الله يبارك فيه مقارن بالجامعة الأزهر مولانا فيه سؤال والله برضو عجب أنا ساعات كتير ببقى أماكن مش عارف فيها ما كان القبلة هتصرف إزاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا التوجه للقبلة سواء في الصلاة أو سواء في الدعاء أو توجيه الميت أو دفن الإنسان في القبر هذا يشترط فيه التوجه إلى القبلة طيب هل إلى عين القبلة أم إلى جهة القبلة قال أهل العلم إن كان الإنسان يرى القبلة رأي العيني كمان في داخل المسجد الحرام يراها رؤية حسية فيجب عليه أن يستقبل القبلة طبعا فولي وجهك شطر المسجد الحرام أما إن كان خارج البيت الحرام فيكفي الجهة ليه؟ لأن حضرتك الصفوف الطويلة مثلا الجامع الأزهر مساحته كبيرة مسجد عمر بن العاص مساحته كبيرة مسجد أحمد بن طالون مساحته كبيرة فقاله هنا يكتفى بالجهة طيب انخفي عليه طبعا لا يرى الكعبة كمن خارج بيت الحرام واشتبع عليه يعني نفرض حضرتك في سفرياتك رحت بلد بلد ما إسلامي أو غير إسلامي ونزلت في فندق ويعني خفي عليك أو لم يدلك أحد وده حصلت معي في دولة أجنبية فعدت حتى يعني أطلب من الموظف ما كان فاهم إن أنا عايز إيه بالضبط فأخذت بقى بكتب العلم قالوا إيه؟ مل إلى حيث يميل القلب يعني توجه إلى حيث يميل القلب هل يمين هل يسار هل كده شمال هل جنوب هل شر هل غرب بإحساسك يعني بإحساسك هنا بننصح بقى بنقوله ويا ليت أن المسلمة يحتفظ ببصلة معتمدة ومتهيأة دلوقتي ممكن نزلت على الهواتف أو في بعض الخنمات على الهواتف يتحدد التجاهل آه بالضبط كده ففي كل الأحوال شطر المسجد الحرام يبقى جهة المسجد الحرام والله سبحانه وتعالى يتقبل طيب السهوة في الصلاة نعرفه ماذا لو سهونا في القراءة لا هو يتصور أنه لو سهى في القراءة يعني إما أنه يترك آيات أو يغفل عن آيات طيب قاعد بيصلي وهو بيقرأ ممكن يكون تلخبط سرح حاجات يعمل إيه لا إن كان فيه إمام في صلاة طبعا يفتح عليه أحد المصلين ولذلك فيه عيب أنبع عليه دايما في صلاة الجماعة للأسف يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإمام يقف خلفه قراء القرآن وفقهاء الشريحة عشان لو حصل حاليا أحسن لكن دوقتي أبدا يعني بتيجي ناس لا هو عالم ولا هو قارئ ويقف خلف الإمام قال عليه الصلاة والسلام ليالياني أهل الفضل منكم يعني القراء والعلماء غتبال حضرتك إنما إذا كان بقى منفرد يعني يقرأ ما يحطره ولا يتكلف أن يعيد القراءة مرة تانية لا لأن إحنا طبعا في هذا الأمر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله مولانا ربنا يخليك رب ويفتح عليك كمان وكمان وتزيدنا دائما بارك الله فيك طيب أنا عايز أشكرك جدا كمجرة العادة بارك الله ويا رب يا رب يا رب كلنا نعيش ونفتكر وندعي مرة تانية لأخونا وصدقنا أستاذواء الإبراشة رحمه الله رحمة الله سعى استسمح لي في نص سطر فضل فضل الأستاذواء الإبراشة رحمة الله عليه ما تشهيد الأخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمبطون شهيد فهو إن شاء الله من شهداء الآخرة الله يرحمه الله يرحمه كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر خلصت الحلقة لحد كده سواني هكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا فلو كلنا العمر إن شاء الله نقبلك بكرة وبرنامجكم التاسعة نارك الله فيكم